أزمة جديدة تضاف إلى جملة أزمات العاصمة المؤقتة عدن فهذه المياه غمرت شوارع المدينة وأوقفت حركة السير وتسببت بعرقلة الحياة خصوصا في ظل غياب دور الحكومة والجهة المسؤولة مع عدن وجود تدخل جاد واتخاذ موقف عاجل من الجهة المختصة يجعل المواطنين في موضع مسؤولية حيث يتحولون إلى عمال يسهمون في عملية تنظيف شوارعهم من المياه لكن بأبسط الإمكانيات طبعا نحن للمسلمين معونات غذائية أو مسعافية من دول التحالف أو المارات ولكن سمعنا علاميا ميدانيا للمسلمين شيء كل ما قمنا فيه جهود ذاتية في طرق محليات المديرية والمحافظة لا غير عدد من المنازل تضررت وأخرى تداعت أجزاء منها وهو ما ضاعف من الأزمة التي قد تسهم في انتشار الأوبئة ونقل الأمراض أوساط السكان ليبرز مجددا التساؤل حول ما قدمته الجهات المعنية وما ستقدمه لإنقاذ مدينة عدن مما يتهددها حني الجمال بالقيس عدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر